بعد أن كان يسمى أرض السوادي لكثرة نخيله وأشجاره ومحاصيله بات العراق يشكو تدهور الزراعة وتراجع إنتاجها واعتماده الكبير على المستورد من الثمار والخضروات فمحافظة صلاح الدين التي تعتبر الخزانة الزراعية للعراق تراجع فيها الإنتاج إلى مستويات متدنية وأصبحت المحاصيل المستوردة تسيطر على الأسواق فيها أسعاراً وأنواعاً لأسباب كثيرة منها قلة المياه وارتفاع أسعار البذور والأسمدة وعدم توفر تقنيات الزراعات الحديثة لا يدعم الحكومة لا حكومة مركزية ولا حكومة محلية هي وزارة الزراعة يعني هي وزارة بشكبرة يعني ما أقول الدولة مخلطة لمخصصات يعني أبسط شيء طماطر بصرة هي موسمية بدل من صندوق 30 كيلو ما يشتري المستهلك ولا ينباع وثقيل بالبيع سوي لها معمر مصغر ما الفلين حال حال الدول الجوار كما لعب غياب الدعم الحكومي للمزارعين واحتياجاتهم ورفع الحكومة يدها عن تنسيق وشراء وبيع المحاصيل وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد دورا كبيرا في نخفاض المنتوج المحلي من الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية عموما بشكل كبير كما أن مشكلة عدم تنظيم عمليات التسويق وصعوبة إيصال المنتوج المحلي إلى الأسواق لاعتماد المزارع أو الفلاح على إمكانياتهم المتواضعة جعل التاجر المستوردة يسيطر على الأسواق وعمليات البيع بالشكل الذي يناسبه نهيك عن انتشار سيطرات السلبي في الطرقات والتي باتت عبعا كبيرا يؤرق مزارعي وتجار المحافظة يوميا نحن رايحين لبغدال طريقنا رايح جاء يوميا هسا ظهرت حالة يعني شو هللي تسليب يعني شو نوقف لك بنص الطريقي سلبك يعني هي والتسليب واحد واحد يوميا يقول لك جبايا جبايا الصناح الدين احنا يعني الدولة المفروض هي تنطينا لو احنا ننطيهم المفروض الدولة اللي تنطينا هي اللي تدعم المواطن تدعم الفلاح تدعم الفقير تدعم كل شيء تابعة المفروض على الدولة وقد كان لإهمال حكومة ما بعد الاحتلال قطاع الزراعة في العراق الدورة الأبرزة في تدهور هذا القطاع الذي كان خلال سنوات ليست ببعيدة عاملا مهما في نهوض اقتصاد البلاد وتعافي اشتركوا في القناة